السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أخواتي سوف تكون أحبار على حلواتي يدون فرن بشكلات كالجنراء عبتدة إن شاء الله جمبه ومن يشارككم إذا اتبعتكم أخواتي بحال ديما دروا لايك الفيديو وشتركوا فرخانا وشتركوا من جديد لا تنسوا قرارة اليوم في كيبتوب وشتركوا في التعامل لإيجا من القرارة بالنسبة ل هذه الحلواتي نحتاج له على بركة الله 500 كرام كوكاو يمكنكم استعمالوا اللوز كوكاو نأخذه ونتهنه بشوية الزيت وندخله الفران يتحمر إذا كان لديكم اللوز تجعلوا اللوز بقشوره وتمسحه بوحد المنديغ وندخله وتحمره في الفران نحتاجون 1 كيلو 500 كرام الشوكولات نأكد أنه نسبة معقولة كوكاو يعني عن أقل 51 كرامية كوكاو نحتاجون نصف علبة الحليب المحلة 399 95 كرام تحيط تزور نصف ونصف العسل يعني نصف علبة عسل ونصف علبة الحليب المركز المحلة ندخل على بركة الله بطريقة تحضير هنا في تنجرة أنا كانت ضلط نجرة للضغط أو الكوكوت لأنها تكون كبيرة وتساعدنا في الخدمة أو لا كسرورة تكون كبيرة تكون تقيلة نضع فيها الإسلم ونضع فيها الحليب المركز المحلة سوف نضعهم فوق النار يسخنوا لذلك يسخنوا ونصف سوف نزولهم ولكن نستطيع أن نضعهم فيهم مشكلة كما تلاحظوا معي أنا أرطيت الدباء مع الحليب المركز غير محلة فوق فوق النار هنا يمكننا اخذوا المولد ينوغا يتباعوا الذي لا يوجد بحلقة غير واحد الإطار يفرش فوق ونحتاج فوق فوق نضع دباء هنا كما تلاحظوا دباء هذا السلب مع الحليب المركز نضع ونضع عليهم الشوكولات ونضع ونضع الشوكولات ونحرك ونحرك ونضع كوكولات ونضع ونضع فيها يمكنك مهلة كتاب ونضع لأنها تقوم في الوضع وتكون تسعة ونضع كوكولات كيف يمكنك إذن نحرك هذه المقونات كلها حتى تصدق طنجرة تصدق في الجناب من هنا تصدق طنجرة تصدق في الجناب وعندما تجعلها جارية نحرك بشكل طنجرة نحرك بشكل طنجرة لا تصدق صعيدة ومعلى عافية تكون مهيلة نحن نلاحظوا معي في وقت لكم وعندما تشبركم في الكوكوت في الجناب سوف نطلع عليها ونخويها في هذا المول هنا سوف نفرغوها في المول كيف لا تلاحظوا هذه العملية تكون قليلا سريع بسطع ووف نضع أسلق أسلق قوم بوضع طنجرة سوف نضعها لكاملات فلاجة من بعد تنزيل لها الوجه دياله نضغوا شكولات ونزيل لها الوجه دياله ونزيل لها الوجه دياله ونزيل لها الوجه دياله سوف يسنقطعوها ان شاء الله انتم لا تفضلوا معي المراحل هنا كما تلاحظوا معي الحلوات دياله كما تضبرت من الماء بردات فامضل لها الوجه دياله فانا قمت بخصوص نزيل لتفضل 0.2 g شوكولات ضوضتها من فوق ومن الخطوط البيضيب ومناقضت 50 g شوكولات تفضل وضعت بخصوص يظهر لكن ان نستطيع الوجه لا تنصفوا الايام وديها الوجه لدى السوق ونزيل لها الوجه نضيفها سوف نقوم بسكيل ماضي و نقطعها بسم الله سوف نقوم بسكيل ماضي هنا كيفما قلنا نبدأ انتم تشوفوا الحلوة كيف تتجين سوف نحيدها على الجنب و نقطعها بمرسو نفس الطريقة و نطلقها بشوفوا الطبق النهائي كيفما تلاحظوا معنا و بعد قطعتها مستطيلة سوف نقطعها مربعات و لمعيانات لذا سوف تأكل الحلوة و هذه الحلوة جدًا كيفما تلاحظوا معنا و نكتشوفوا الى أنكوكو أو اللوز أو لا تضع كوكو يجب أن يتحمروا لكي لايجب أن يخوروا نتمنى أن تجربوا لإعجابكم اخوات يحتفظوا في طبعه في تلاجه يعني يجعلوا في مدة طويلة يدروا في محكمة الاغلاق ويجعلوا غرف تلاجه لا يدروا في الفيبو يدروا غرف تلاجه ويجعلوا مدة طويلة ويجعلوا مده طويلة ان شاء الله تجربوا وقتنا لإعجابكم اشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد خلات لكم مراحة ايلا حقا بكم حول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة